السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في الفيديو الجديد اليوم اللي غادي نتقاسم معاكم في تجربة ديالي وكنتمنى ان الجميع يستفدوا منها كيف محتى انا استفدت منها المهم بالنسبة لها تجلابة هادي انا خدمتها خدمت نصف الطوق بالحرير العادي الحرير دي الراندة هادا اللي عندي دابا الحرير العادي ولكن من بعد شنو اكتشفت لقيت ان الخدمة بحلة مشنتفة واحد شوية كتبان مشنتفة المهم ما عرفتش في البداية شنو هو السبب قيت كنقلب مشيت جبتت واحد جلالب اللي عندي قدام يعني اللي دار بين كتر من الربع سنين ودرت مقارنة ما بينهم وما بين هاد الخدمة هادي لقيت ان هادوك الجلالب باقين لحد الساعة مزيانين الجودة ديالهم عالية جدا بحلا يالله خدمتهم البارح فاش كنقارنهم مع هادي كان لقى واحد الفرق كبير جدا لقيت ان هادي نصف طوق ديالها مشنتف واحد شوية والاخرين اللي مخدومين ربع سنين هادي باقين مزيانين المهم هذا هو السبب اللي خلاني انني نكمل الخدمة بالحرير المبروم في البداية ديال العمل كنت مقرة انني نخدم البريد بالحرير المبروم الخدمة اللا يعني جبت الحرير كامل بحساب انني نخدم نصف طوق مع الدرس مع الملاقية كل شي بالحرير العادي الا البريد هو اللي كنت مقرة انني نخدمه بالحرير المبروم علش لانني دائما كنخدم في الكروشي بالحرير المبروم وكندير البريد في الكروشي بالحرير المبروم والجودة دياله عالية جدا فشنوقع فالاخر قلت علش لي ما نجربش انني نخدم هاد الملاقية اللي بقعت ليه والدرس بالحرير المبروم ونشوف ما ربما يخدم ليه يعني الحرير المبروم في الراندا المهم هاد شي اللي درت هاد الملاقية اللي كتشوفه معاي الان خدمتها بالحرير المبروم على ثلاثة ديال الشعرات وكذلك هاد الدرس اللي هاد الدرس هذا اللي ضاير في الحاشية ديال النصف طوق كذلك مخدم بالحرير المبروم والنتيجة كانت جد جد رائعة لدرجة انني ندمت حتى خدمت نصف طوق بالحرير العادي المهم في حالتي لو وقع عليكم نفس المشكل اللي وقع عليها عرفوا باللي ممكن يكون السبب هو الجودة ديال الحرير اللي انت خدامه به هنا لاحظوا معاي هاد الدرس هذا حتى هو خدمته بالحرير المبروم والنتيجة دياله كانت جد رائعة لانه وحاجم الحجم دياله صغير شوية على الاخر مهم غادي تشوفوا معاي تشوفوا معاياتش في الاخر ويعني مخدم بوحد طريقة كتباللك متقونة اكتر اكتر يعني من الحرير العادي اه صراحة من كدبت عليكم ممكن تباغى انني نخدمها كامل بالحرير المبروم المشكل وهو ان هاد الخدمة هاده عريضة بزيف ومزعمش انني نحل الخدمة ونعاودها كيف ما كتشوفوا معايات الخدمة عريضة وكذلك الطول طويلة يعني سعيب باش انك تعاوديها واكتر حاجة اللي اكدت لي النظرية ديالي على هاد الحرير هذا انه ولي فيه المشكيل ماشي في الخدمة ديالي وهو هاد جلابة هاده هاده كنت كنخدم فيهم بجوج في نفس الوقت يعني نفس الوقت اللي كنت خدامه في هاد جلابة هاد القرونة هاده كنت خدامه في الأخرى في الموف ولكن شنون مشكيل هاد القرونة الجودة ديال الحرير زوينة يعني الجودة دياله مزيانة المهم هاد جلابة هاده خدمتها كاملة بالحرير العادي نصف طوق الدرس الملاقية كل شي مخدوم بالحرير العادي إلا البريد البريد فقط اللي خدمته بالحرير المبروم كيف ما كتشوفوا معايا الآن هاده هو الحرير المبروم اللي خدمت بيه وبالنسبة للدرس راهم اخدوهم بالحرير العادي ديال الراندا ولكن هاد الحرير هاد الجودة دياله مزيانة هادك شي علاجاتني الخدمة كاملة مزيانة غير البريد فقط هو اللي خدمته بالحرير المبروم ليش كين وحد الفرق وحد الفرق يعني مهم بالنسبة للسيدات اللي معلمين في الخدمة ودوز وقت طويل اكيد غادي نلاحظوا الفرق وغايعرفوا بللي كين فرق شاسع ما بين البريد ديال الحرير المبروم والبريد ديال الحرير العادي كيفاش انا حتى كتشفت هاد القادية هاده فقط بالخدمة ديال الكروشي فاش كنخدم الكروشي كنخدمه بالحرير المبروم ماشي بالحرير العادي ولاحظت ان البريد ديال الحرير المبروم كيكون الجودة دياله عالية جدا مهم جربوا وشوفوا بنفسكم الفرق هنا لاحظوا معايا الدرس ديال هاد اللي فيه القرونة والكحل راه مخدم بالحرير العادي والاخر هادك اللي فيه الموف راه مخدم بالحرير المبروم اول ملاحظة غادي نتلاحظوها وهي الحجم الحجم ديال الدرس اللي بالحرير المبروم كيكون الحجم دياله أصغر هادك الشي علاش مهم انا هنا خدمت على ثلاثة ديال الشعرات اللي بغيت تخدم على ربعات ديال الشعرات ممكن علاش حي دائما الحرير المبروم كيكون رق من الحرير العادي ولكن الملاحظة اللي غادي نتلاحظو ان هادك الدرس اللي مخدوم بالحرير المبروم كيبان متقون اكتر من من الاخر العادي مهم هاده الملاحظة ديالي الشخصية ممكن انكم تتافقوا معايا ممكن انكم متتافقوش معايا لكم واسع النظر وجربوا دائما الواحد ما يخافش من الجديد جربوا وشوفوا بعينيكم يعني اللي عندها شبوبين هدي الحرير المبروم تجبدها وتمشي تجرب ما غادي تخسري والو جربي وشوفي بنفسك الفرق ومن بعد خوضي القرار وش ما زال غاده تخدمي بالحرير العادي او غاده تديريهم بجوج وبحال مثلا تخدمي الخدمة كاملة بالحرير العادي وتديري البريد بالحرير المبروم كذلك هادي فكرة مزيانة وهذه الفكرة تيالي اللي ولا غير مع هاد المشكل تكملتك كل شي بالحرير المبروم و مزيان من اللي وقع علينا هذا الشي قاللك لربا نقمتين فيا نعمة لمأنها هذه easy nنعمة يكتشفت انا وكنتمنى انكم اللي وقع عليكم نفس المشكل اللي وقع علينا انكم تستفدوا من هاد التجربة اللي عشت وتعارفوا بلي ممكن يكون على هذه اللنياب مشكل في الخيطة ماشي في الخدمة المهم شكرا لكم كاملين و اي تساؤل خليوا في التعاليق او خليوا في الانستغرام الرابط دياله و غاد نتلقاه اسفل فيديو في صندوق الوصف شكرا لكم و شكرا للدعم ديالكم